اكتر في حياتك الشاهد ولا الدموع؟ سؤال صحاب سؤال حلوين لا الى حد ما الدموع الى حد ما ايه؟ لانك انا بنيت نفسي بنفسي ومعتمد على نفسي تمام وزا ما انا قلت لك انا كنت بمثابة الابن والاب لولدتي وعلى فكرة الكثيرين من من حولي والولادي والمراتي والحماية حتى اتحملت المسئولية كثيرا فواجهت محن مادية فوق الخيال وربنا عداها من عنده ايه؟ انا هقولك على حاجة لو اتعملت في السينما يمكن الناس يقول دي كلام اوفر بعد ما والدي توفى كان سايب لأراضي عليها قضايا ووقف و حاجات كده أنا بعتاك كلها بعديها يعني بعتاك بتلات تعريفة يعني فما كانش معاي فلوس خالص وكانت والدتي مريضة فقعدت مرة قلت أنا طب حامل ايه وانا لو الدنيا اضطر بقت ما ارفعش سماع التليفون بقول انا عايز فلوس او عايز حاجة والدعوة الوحيدة اللي بادعيها في حياتي ان ربنا يديم علي الصحة وما يحوجنش لحد الا ماديا ولا معنويا ولما يجي اجل الواحد يروح في سلام بلا عذاب فقعدت بكيت وقلت يا رب فرجها من عندك الادان الدن زي ما بيحصل في الاشلاحين بقولك بالزبط الادان الدن فتفقلت خير بعد الادان مباشرة انتهى الادان لقيت تليفون البيت بيضرب ما كانش لايه نفس اقوم وبعد اقومت لقيت مكتب رامسيس مجيب بيكلمني عشان فيلم بتاع ذكريني قال لي تجيلي النهاردة قلت له حضرة روحت له بالليل عملت عقد بمئة جنيه مئة جنيه كانت هامة يعني هامة واداني خمسة عشرين جنيه داون بايمنت كده وقال لي خمسة عشرين جنيه عشان تجيب بدل بس فحلها ربنا من اوسع الابواب بكاء دعوة ادان استجابة سبحان الله والموقف دا تعرضت دي كسير بمسح دموعك لا انا بمسح دموع انا قوي جدا في الحاجات بعرف يعني انت بتخاف ما تنزل قدام حد اه ما تنزلش خالص يعني ما انتقدش نادر ما تنزلش صعب بس ممكن الواحد تنزل يعني حتى قدام مراتك وقرب الناس اليك اه لسبب لاني ممكن دا يحصل قدام مراتي او أولادي ولكن هحسسهم بعدم أمان وما ينفعش اطلاق ولا ضعف مش عايز تكون ضعيف قدامهم اه لا ممكن بضعيف قدامهم ما فيش مشكلة خالص مش دا خالص انما اه الضعف عند الرجل يعني معناها عدم أمان والرجل يعني احتواء لازم يحتوي أسرته لازم يحافظ عليها لازم يحسسهم النوم في أمان اين كان الموضوع